اشتركوا في القناة ويليه جلالته لهذه الفعالية الثقافية الوطنية من اهتمام خاص منذ انطلاقتها الأولى في عام 1992 لمكانتها الكبيرة ودورها الهام في إثراء الحراك الثقافي وإبراز التراث الغني لمملكة البحرين وحضارتها وانفتاحها على مختلف الثقافات والحضارات وقال سموه إن عودة هذا المهرجان هو إضافة نوعية للمهرج الثقافي في مملكة البحرين ودعم للتنمية الثقافية فهو حدث وطني حيوي يهدف للمحافظة على الهوية الثقافية والوطنية من خلال برامجه المتنوعة وفعالياته المبتكرة القادرة على إبراز تميز التراث البحريني والتعريف بثقافته والحفاظ على مورثاته وتناقلها جيلا بعد جيل كما عارب سموه عن تقديره لجهود معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في تنظيم هذا المهرجان وتسليط الضوء على التراث الذهبي ليكون نافذة للترويج لهذا العنصر الهام في تاريخ البحرين وما له من بريق خاص وسمعة طيبة جعلته أفضل أنواع الذهب بتصنيعه الدقيق وتصميمه البديعة ما يؤكد همية الحفاظ على هذا الموروث ومواصلة تطويره للحفاظ على مكانته وأصالته كما حضر الافتتاح معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بالإضافة إلى حضور رسميا ودبلوماسيا ومهتمين بالشان الثقافي في البحرين وعدد من الأعلاميين ويستمر مهرجان التراث في تقديم نشاطه الشعبي والثقافي خلال نهايتي الأسبوع من السابع وحتى التاسع من أبريل وكذلك من الرابع عشر وحتى السادس عشر من الشهر الجاري ما بين التاسعة مساء وحتى منتصف الليل وتضمنت مراسم الافتتاح أسف السلام الملكي للفرق الموسيقية للشرطة التابعة لوزارة الداخلية وعرض لفرقة قلالي حول فن الفجر وجولة في معرض كنوز تاريخية الذي يعكس تاريخ صناعة الذهب البحريني بالإضافة إلى زيارة الأقسام التي تحتويها القرية التراثية بما تتضمنه من محلات الذهب والحرفيين المشاركين وقالت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله على تفاضله برعاية مهرجان البحرين السنوي للتراث للعام 2022 مؤكدة على أن توجيهات جلالته المساندة لجهود هيئة البحرين للثقافة والأثار في حفظ الهوية البحرينية العربية هي ما يؤسس لاستدامة المنجزات الحضارية بالبلاد كما شكرت معالي هاسم الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رعي الحفل على حضوره ودعمه للحراك الثقافي في المنبكة مضيفة أن حفظ التراث البحريني بمكوناته المادية وغير المادية يشكل مسؤولية وطنية نعمل جاهدين على النهوض بها ونشر الوعي بأهميتها وبقدرتها على تشكيل الملامح الحضارية في بلدنا البحرين وتتمحور الفكرة الرئيسية للمهرجان هذا العام حول عنصر الذهب في التراث البحريني حيث يسلط المهرجان ضواء على القيمة التراثية للذهب وما يمثله من قيم الجاه والجمال إضافة إلى دوره التاريخي في التجارة والاستثمار هذا وتنطلق برامج المهرجان في الأسبوع الأول متضمنة فعاليات متنوعة افتتاح معرض كنوز التاريخية الذي يلقي الضواء على تاريخ صناعة الذهب في البحرين وذلك من خلاله استعراض صور قطع أثرية لمشغولات الذهب البحريني ووثائق متعلقة بتجارته والمقتنيات المستخدمة في صياغته فضلا عن المجوهرات التراثية من مقتنيات متحف البحرين الوطني إلى جانب ذلك يقدم المعرض لزواره فرصة مشاهدة العرض الفلمي التوثيقي الذي ينقلهم إلى رحلة اكتشاف وتأمل شيقة وتسعرض القرية التراثية طوال فترة إقامة المهرجان التنوع الغذائي للمطبخ البحريني عبر تقديم الأطباق الشعبية والمشروبات المحلية كما يحتوي سوق القرية على مشاركة محلات الذهب البحرينية التي تعرض تصاميمها المستوحى من التراث البحريني للبيع والشراء وتشارك الفرق الموسيقية الشعبية البحرينية في المهرجان بتقديم الفنون الغنائية التقليدية ترجمة نانسي قنقر